ألف تحية لكم مع ومضة جديدة كثير من الناس يتحدثون عن التكنولوجيا في المدارس ويسألون دائما ما هي طبيعة التكنولوجيا في المدرسة ما هو النموذج الأفضل في توظيف التكنولوجيا الجواب بسيط نحن بحاجة إلى تكنولوجيا تعزز التواصل المعرفي في عالم الإنترنت مع أشخاص ومع مؤسسات ومع مراكز أبحاث أخرى مربوطة بطبيعة الحال مع شبكات تستفيد من الارتباط بالإنترنت تستفيد من التواصل المعرفي داخليا في فلسطين وغير فلسطين وتحاول أن توصل المتعلم إلى بحور جديدة وأفاق جديدة من العلم والمعرفة ربط مدارسنا بالإنترنت أمر أصيل ومهم وتعدى حدود الترف والكماليات تمكين معلمنا من معرفة التكنولوجيا أمر مهم أيضا لأنه لا يستقيم صف ولا حصة دراسية دون أن يكون المعلم لديه الإمكانية أن يحصل على المعلومات من خلال الإنترنت وأن يستطيع أن يأخذ بيد طلابه الذين سبقوا اليوم بحكم العمر والتجربة والفضول والخبرة المتواضعة أن يصلوا إلى عالم المعرفي ولكن أستاذنا يجب أن يكون قبلهم سباق بالوصول إلى التكنولوجيا وهذا ليس همه الوحيد ولكن من المهم على المعنيين أن يأخذوا بيده حتى يكون هذه المعرفة المطلوبة لتطوير كفاءة وتوسيع مدارك أبنائنا الطلبة مهم أيضا أن يكون هناك أجهزة متاحة وإن تعثر الحال أن يكون هناك أجهزة متنقلة ما بين الصفوف توفر إمكانية وصول الأطفال إلى التكنولوجيا وصولهم مرة أخرى إلى عالم الإنترنت واستخدامهم لتطبيقات مختلفة أما عن التطبيقات فمن المهم الوصول إلى برامج ذات قيمة نوعية تفيد معرفتهم وإثراء هذه المعرفة وتساهم في توفير الإمكانيات المعرفية التي يحتاجها هؤلاء بموثوقية عالية باعتماد كبير على ما هو متاح من خلال مؤسسات معرفية كبيرة وهناك كثير من البرمجيات التقنية البرمجيات التعليمية المتاحة التي يستطيع أن يستفيد منها المعلمين والأطفال والطلاب والدارسين في جامعاتنا الفلسطينية والطاقم الأكاديمي تتيحها مؤسسات أكاديمية عريقة وهي مجانية بالمناسبة لذلك يجب أن لا نقرن الحصول على التكنولوجيا بالمال وصعوبة الوصول إلى المال وبالتالي نضع العوائق المادية والمعنوية أمامنا الإمكانية متاحة على الإنترنت لكن مهم أن ننتقي ما هو مناسب وربما يقع هذا الموضوع على عاطق المدرسة على عاطق مديرية التربية أو وزارة التربية بحيث تحدد بعض المواقع التي توفر الإمكانيات المعرفية اللازمة وصولنا للإنترنت لم يعد مستحيلا وصولنا إلى التكنولوجيا يجب أن نتيحه جميعا وهذه ليست مسؤولية جهة لوحدة هذه مسؤولية عدة جهات مهم أن توصل مدارسنا إلى التكنولوجيا والمعرفة وأن تتيح حتى ما هو قليل من المواد وقليل من الإمكانيات ليكون وصول المدرسة الفلسطينية إلى عالم التكنولوجيا وصول أصيل يساهم في إثراء معرفتنا وتقدمنا جميعا ألف تحية لكم